طب سيدة النقمي يعني مصر بتطمح أن يبقى فيه اكتفاء زيتي من بعض المحاصيل في القريب العاجل هل فيه دعم القطاعات أو دعم للمزارعين كمان في الموزنة الجديدة؟ طبعا زي ما احنا تكلمنا أن فيه دعم للمزارعين وفيه يعني زيادة في أسعار السلع اللي بتاخدها الدولة من المزارعين النهاردة يعني عايزين نطمن يعني حسب ما وردنا من معلومات من الجهات المعنية يعني كان مستهدف مثلا توريد خمسة خمسة مليون طن أمح وصلنا لحوالي أربع مليون عدينا أربع مليون ولسه التوريد شغال عظيم جدا فيه توجهات زي ما احنا شايفين كلنا توجهات رأسية ومشروعات زراعية بتتم على أعلى مستوى في كل يعني الرقع المصرية في كل المحافظات دي حاجة طنب طبع اه فيه مشروعات زراعية كويسة جدا الانفاق على المشروعات دي هيؤدي أن يكون عندنا انتاج زراعي كويس يعني ومستهدفين أن احنا نحقق اكتفاء ذاتي بس تهيحصل طبعا على مراحل لأن النهار دي مش فيهم وليلا احنا بدأنا وده المهم بالزبط أن احنا بدأنا كل سنة بنضيف كل شهر بنضيف النهاردة يوميا احنا بنشوف مع حضراتكم يعني افتتاح مشروعات جديدة مشروعات زراعية ضخمة ومؤثرة ومهمة ففيه اتجاه من الدولة المصرية فيه توجهات رئيسية بحكتين ودول مهمين جدا اللي هو الزراعة والصناعة لان انا شايف ان دول يعني مفتاحين اساسيين ومهمين جدا في الحل يعني في تحسين الاوضاع الاقتصادية وللتحقيق الاستقرار الاقتصادي مهم جدا ان ندعم الصناع والزراع بكل تأكيد طيب عايزين نظرة سريعة على اللي حصل في الموازنة السنة دي في ظل ان في دول زي ما كنا بنتكلم عندها تقشف في الموازنة الجديدة بتاعتها او دول بدأت تقلص من اوجه الانفاق احنا عندنا زيادة في اوجه الانفاق عندنا زيادة في الارادات عندنا وضع مختلف وعندنا زي ما كنا بنتكلم دلوقتي دعم كل قطاع مخصصات كل قطاع من هذه القطاعات بنتكلم في مليارات يا ست نايب ده بيشير لإيه موسيقى السيد محمد ده بيشير ان فيه الحمد لله استقرار مالي واقتصادي يعني ما زلنا فيه سياسة مالية فعالة ما زلنا ما زالت الدولة المصرية والحكومة المصرية لديها القدرة على تحقيق الاستقرار المالي والاستقرار الاقتصادي بقدر كبير في ظل ما يعني نراه من احداث ومن تأثيرات يعني المشهد الاقتصادي والمالي مرتبك على مستوى العالم يعني خلينا نتفق على ده من ازمات ارتفاع معدلات التضخم ازمات كورونا الحرب الروسية الاوكرانية ده عمل مشهد مرتبك في الوضع المالي والاقتصادي على مستوى العالم وفي دول اقوى واكبر اقتصاديا من مصر لكن احنا الحمد لله ما زلنا الدولة المصرية والحكومة المصرية لديها قدرة على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي ده رقم واحد رقم اتنين اللي انا عايز اتكلم فيه برضو بنظر عامة ان الموازنة لما تم اعدادها تم يعني اتخاذ تدايبير احترازية شديدة عشان خاطر نستطيع ان احنا نحقق ما جاء في الموازنة من ارقام ونستمر في السيطرة على الاوضاع وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وده مرتبط بشكل كبير بالاحتياط اللي اتكلمنا عليه ان عندك احتياط 130 مليار ده خارج الارقام كلها اللي احنا اتكلمنا فيها ده لمواجهة اي تدعيات ده يخلي الناس تتطمن وطبعا ناس تتطمن ويعني ان شاء الله الاوضاع تستمر مستقرة وتبقى افضل باذن الله يعني كل ما احنا مدة الحرب الروسية الاكرانية كل ما المدة بتقل وكل ما الاوضاع بتستقر ده بيقعد بشكل مباشر وشكل غير مباشر على الوضع الاقتصادي والمالي في المصر في العالم كله كمان اه طبعا احنا جزء من العالم وبنتأثر يعني تأثيرات مباشرة وغير مباشرة لكن احنا الحمد لله مازال الوضع يعني مستقر وما زالت الحكومة المصرية قادرة وتستطيع ان تحافظ على هذه المعدلات وهذه الاوضاع وعلى فكرة ده كوي يعني احنا كنت بتتكلم حضرتك من شوية على معدلات النمو كانت يعني خمسة وسبعة من عشرة مستهدفين خمسة وخمسة من عشرة ده ارقام مش بعيدة وارقام لما تقارنها مع معدلات التضخم ومعدلات النمو الاقتصادي بدول اخرى وعلى مستوى العالم لا نلاقي ان احنا الوضع بتاعنا وضع مستقر ووضع متوسط ووضع كويس ونطمح ان هو يكون احسن ان شاء الله حقيقة ستنقب اللي شاف او اللي متابع المشهد في العالم كله اللي بيحصل في العالم كله قادر ان هو يشوف ان اكبر دول العالم يعني للأسف ما عرفتش انها تتصدى ليه ممكن ازمات بتيجي وراء بعض زي ازمة كورونا زي الازمة الروسية الاوكرانية لكن شفنا حكمة في الحقيقة من الحكومة المصرية في التخطي لهذه الازمات واستقرار اشتركوا في القناة